السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ميس عبير سمير بيتجدد لقائي مع طلاب تلت عدادي هنكمل ان شاء الله النهاردة كنا في شرح لسن وان واللسن الوحيد في يون الثري اللي بتتكلم عن البرينسبلز اوف هريدتي وفي علم الوراثة وانتقال الصفات الوراثية خدنا بارت وان كان مهم جدا 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 وتفسير الاكسبرمنت والتجارب اللي عملها مندل في الجناتكس او في علم الوراثة اللي ما شافش الفيديو لازم يتفرج عليه لانه فيديو مهمة اوي اوي خدنا كملخف كده للتجارب اللي عملها مندل انه اول حاجة لما جاب البي بلانت وعرفنا سبب اختياره الست اسباب للبي بلانت في الفيديو اللي فات انه جاب بلانت كده بريديوز يلو سيد وبلانت تانية بريديوز جرين سيد وعمل سيلفو بولينيشن كل ما يعمله كده سيلفو بولينيشن يبص يلاقي كون مية في المية دي يلو ودي مية في المية تكون جرين سيد فهي بيور صفة بيور دي بيور ييلو دي بيور جرين فراح عمل كروس بولينيشن ومكس الاتنين ميكس مع بعض فلعن مية في المية من الوفيس سبرينج او من الفيرستي جينريشن الجيل الاول اللي بنسميه اف وان يعني الجيل الاول كده هنسميه اف وان الفيرستي جينريشن هايطلع مية في المية 100% كلهم لونهم يلو لكن لما جه عمل تاني بولينيشن وطلقح تاني طلع الF2 G1 وG2 الجينريشن الاول والG2 اللي هو الجينريشن التاني طلع الجيل التاني هو عبارة عن ايه طلع انه هو زي ما قلنا G1 وG2 اللي هو الفيرستي جينريشن والساكن دي جينريشن فالتاني حتى اتكون ميكس جينريشن تو كده كان ميكس كان فيه 75% او 75% من البلانت اللونهم يلو وطلع لك 25% منهم جرين حتى قلنا الريشو بتاعتها كانت 3-2-1 3-2-1 تلاتة هطلع عملي يلو يعني 3-4 المحصول هطلع يلو والربع جرين بعد كده نبدأ من هنا نفهم زي ما قلتلكم انه حتى اللي تلع YY واحدة كابتال وواحدة سمول فانتبع عندك الصفة الاساسية القوية اللي هتغلب هي اللي هتظهر اللي صفة اليلو مش الجرين ومن هنا الجهة البرينسيبل of complete dominance ايه بقى حكاية الصفة الـ dominant او القوية الاصلية السائدة اللي بتظهر بيحصل ايه بقى ان احنا لما بصينا انه هما في الاول كان كلهم يلو فلاقينا ان الـ appearance او ظهرة dominant heredity create in the individual of the first generation في الجيل الاول كلهم طلعوا لونهم يلو فدي صفة قوية ظهرت في الجيل الاول كل 100% 100% طلعوا لونهم يلو يبقى الصفة الاصلية السائدة الـ dominant هي اليلو نيجي في الـ second generation او في الجيل التاني لقينا انه بيبقى بنسبة 3 لون واحدة طلعوا الـ green الـ green دي الصفة الضعيفة اللي هي اللي مش صيدة اللي ما اويتش الصفة القوية هي اللي بتظهر دايما في الـ first generation او في الجيل الاول فالـ principle of complete dominance انه بيحصل appearance للـ dominant heredity create in the individual of the first generation and the two individual are crossed one of them carries pure trait contrasting the trait carried by the other individual جيبت اتنين مختلفين عن بعض فده عنده صفة وده عنده صفة contrast متنقدة لي فالصفة اللي هتظهر في الـ first generation او في الجيل الاول كله يبقى دي الصفة الـ dominance او الصفة القوي السائدة اللي هتظهر في الجيل فالـ reason يقول لي on mating a pea plant of yellow seed with a pea plant of green seeds all that produce the plant are yellow seeds ليه كلهم في الـ first generation طلعوا يلو لان اليلو هي الصفة اللي غلبي ما يقول لك انت عندك pea plant واحدة يلو واحدة green معنى ان في الـ first generation او الجيل الاول طلع كله يلو يعني اليلو هي الصفة الـ dominant القوية السائدة اللي هتغلب الجرين ده ضعيفة فهقول له because the yellow color rate of seeds dominates the او dominates over the green color الصفة اليلو هي الـ dominant الغالبة القوية اللي سادت وزهرت وايه كأنها أقوى من الجرين فبالتالي هي الزهرت طبعا في حاجات يقول لي ايه الـ dominant وايه الـ recessive كلمة dominant يعني الصفة السائدة اللي هتظهر كلمة recessive الصفة المتنحية والضعيفة اللي مش هتظهر في اول generation لكن هتظهر بنسبة الواحد تلاتة الواحد فين تلاتة للقوي وحدة للضعيفة في second generation مثل في الـ flower color dominant trait بيكون red لكن في الـ recessive الصفة الضعيفة بتكون white الـ flower هنا بتكون side بالجانب هنا بالـ end seed color اللون هنا يلو هنا green الـ seed shape طلعت هنا smooth ده دي dominant السائد الطبيعي إن حبة البسلة تطلع نعمة wrinkled تحس إنها حتت كده منبعجة كده دي حاجة تبقى recessive يعني مش سائدة حاجة ايه ضعيفة مش دايما بتظهر الـ stem height هو الطبيعي تبقى tall لكن الـ recessive الصفة بتظهر الصفة المتنحية أو الضعيفة short لأ برضو في نباتة البسلة إن دايماً الكفر من بره بيبقى ليونه green swollen مسحوب كده بنعومة والـ recessive أو المتنحية اللي مش بيظهر دايماً إنها هتكون الكفر بتاعها يلو بتظهر مش كتير وصي ناس يكون تحس إن فيها إيه حاجات محببة كده برزة البر من هنا زي ما احنا خدنا إحنا اتفقنا إن الـ herdity أو فكرة eltrades أو الجينات بتتنقل عن طريق جميط فاكرين لما قلنا y y مثلاً هنا قلنا y capital وعندها واحدة y small فالجميط اللي تقدر تقدمه يا إما تديك الـ y capital تعملك يلو يا إما تديك الـ y small والله الـ y small لو تقابلت مع y small التانية هتقوي صفة الجرين وتطلع جرين لكن لو تقابلت مع واحدة y capital قوية لا هتلغيها هتبقى هي بردو يلو فمن هنا نفهم يعني إيه كلمة جميط الجميط هي cells which hereditary trait are transmitted from parent to offspring يعني هي cells أو الخلايا اللي بتتنقل من الأباء للأبناء فتنقل معها الصفات الورصية مندل summarized the previous assumption in his first law جي مندل راح عمل لك اللو بقى لقص كل التجارب دي في لو وسمينا الفيرست لو بتاع مندل أو المندل الفيرست لو بتاع segregation of factors وطبعاً ليه لأن في separate segregate يعني separate the two factor of the trait from each other during the formation of gamete يعني فكرة إيه إن أنت ده مثلاً دول بتوع الأب فلازم يحصل لهم segregation أو separation ينفصلوا أجيب الواي دي لوحدة وأجيب الواي دي لوحدة عشان أقابلهم مع الاثنين التانين وعرف الأوفيس برينجا أو الأبناء أو اللي طالع الجنريشان الجديد طالع شكل عمل إزاي فالفيرست لو بتاع مندل أو اللو segregation of factors بيقولي إن when to pure individual when to pure individual of one pair أو if any pair يعني إيه زي ما قلنا ال P plant نباتل بسلة واحدة pure يلو واحدة pure green التاريس بتاعتها different from each other دي يلو دي green ودي pure يعني capital Y capital Y لكن دي كانت اللي هي pure green الضعيفة اللي هي small y و small y لقينا إن التاريس دي بتظهر إن ال dominant trait ال dominant trait الصفة القوية هتظهر لك في الفيرست جنريشان كله كله كان طالع لونه يلو لما عملنا في آخر الفيديو اللي فات ارجعو له تاني وارجعوه لكن في الساكند جنريشان لقينا ال ratio طلعت ثري ال dominant واحدة resistive يعني ثلاثة من الصفة القوية واحدة من الصفة الضعيفة او المترحية لما ظهر تشاو برضو في Danish scientist اسمه جوهانسون الراجل ده هو خد كلمة gene خد كلمة gene بدل كلمة hereditary factor وسمى term أو عمل مصطلح كده سمى genotype genotype معناها ايه genotype زي ما قلنا معناها ايه الليها جوهانسون ده ال genotype كانت هي عبارة عن ان الجين structure in the living organism الجين تركيبه ايه ده سمى genotype وقال term او مصطلح تاني اسمه phenotype ال phenotype ال hereditary trait appear on the living الصفات ال phenotype يعني الصفات الرسالة هتتنقل في الكائنات الحياة فزي ما احنا قلنا وزي ما وضحنا في ال experiment بتاعة مندل والتجارب بتاعته ان في حاجة اسمها dominant gene وحاجة اسمها recesive gene ال dominant gene اللي هو الجين القوي اللي هيظهر في ال first generation طب انت عندك مثلا واحدة لونها green واحدة لونها yellow انا اعرف مين ال dominant ومين ال recesive مين القوي السائد اللي هيظهر ومين المتنحد ضعيف اللي مش هيظهر في ال first generation اعمل البولينيش اللي يظهر لك في ال first generation يبقى ده الجين القوي ظهر انه كلهم yellow يبقى ده ال dominant gene يبقى الجين هو straight appear when it exists with a similar dominant gene or with recesive سواء اتقبل مع واحدة زي Y capital يعني احنا اتفقنا انه هي لما كانت Y capital Y capital اتقبلت مع عربتها عربتها ال Y capital عملوا yellow وبرضو لما Y capital تقف مع واحدة Y small بتاعة green برضو هي اللي هتغلبها هيبقى اسمعها yellow فدي اسمعها dominant gene سائدة قوية بتفرض سيطرتها وهي اللي بتبان بايه بصفتها لكن عندنا recesive gene recesive gene ضعيف لو recesive وقف مع recesive يظهر يعني بصوه في dominant تاني اللي هو القوي الصفة القوية السائدة لو dominant وقف جنب dominant يعني Y capital مع Y capital تعمل لك pure dominant trait يعني يطلع Y pure صافي pure ولو وقف ال dominant Y capital مع واحدة recesive Y small هيطلع AM pure اللي بنسميه hybrid بس برضو يطلع لونه يلو صفته برضو هي صفته اللي هتبقى اقوى وهتغلب لكن recesive gene recesive يقف مع واحد recesive شبه ويقوي يبقى اسمه pure recesive يطلع مثلا واحدة Y small وواحدة Y small اللي اتنين يقووا وبعد يخلوا لون الوفي spring green فدي اسمع recesive gene انه gene appear بس ما بيظهرش غير only لو وقف مع similar يعني recesive gene ما يظهرش غير لما يقف مع واحد similar gene شبه لكن dominant gene ما يفرجش معي والله يوقف مع واحد similar شبه واحد different عنده في الحالتين هو اللي يظهر ومن هنا يجي كلمة dominant trait و recesive trait الفرق ما بين الاثنين بقى dominant و recesive بمعنى ايه في صفة قوية سائدة هتظهر وصفة متنحية مش هتظهر او مش هتظهر في الفرستيان جنوريش فيقول لي في الواتحبن هنا presence of dominant gene of one of the trait with recesive gene لو قات الdominant الصفة السائدة اللي هي الكابتل وقفت مع واحدة recesive small هي اللي تظهر هقول له dominant ما يسمع dominant trait لانها بتعمل dominant هي بتغلب بتفرض سيطرتها يبقى الdominant gene هتعمل dominant over recesive هتضغي عليها وتفرض سيطرتها عليها ففي الاخر dominant trait هي لا appear الصفة السائدة هت ايه هي لا تظهر مش التانية مش recesive ومن هنا فرق بين الاثنين ان dominant trait هي trait او صفة بس appear aggregation of two similar factors او two gene يعني trait زي مثلا بتاعة ال yellow color بتاعة ال peace او نباتة البسلة هي الصفة الغلبة ظهرت في الجيل الاول كله كان يلو فانا عرفت ان dominant trait او الطبيعي انها هتكون يلو السائدة صفة قوية لكن لما طلع في second generation او الجيل التاني واحدة green عرفت ان دي recessive ضعيفة trait appear only when aggregation of two similar factor او two gene of recessive trait يعني لو اتنين small y يتقابلوا يقووا بعض يخلي لونها green لكن لو واحدة حتى y capital واحدة y small لا ال y capital هي اللي تقوى هي اللي تظهر فالoffice spring يبقى لونه يلو والratio قولنا في first generation لازم ان كلهم هيكونوا 100% طلعين dominant زي الصفة السائدة لكن في second generation هيطلعوا بنسبة 3 الواحد او 75% ال 25% هي حاجة اسمع pure individual و hybrid individual احنا قولنا pure individual انه يكون individual او فرد او مثلا حاجة كائن من الجين مثلا نبات بسلة تاني بس يطلع carry similar pair of gene يطلع الاثنين جينات شواه بعض يعني الاثنين مثلا y capital او الاثنين y small دي اسمع pure individual لكن ال hybrid مختلطة mix فيها واحد جين من الضعيف وفيها واحد جين من القوي يعني فيها جين من ال dominant وجين من ال recessive y capital مثلا مع y small دي اسمه ال hybrid individual يعني هاجين او مخلط نيجي هنا طبعا احنا قلنا dominant trait او الصفة الغالبة المسيطرة بتبقى capital letter ال recessive اللي هي المتنحية اللي ما بتظهرش في first generation وفي الجيل الاول small letter وهكذا بيجيلك فعات في الامتحان يقولك ايه مثلا لما يكون عندك plant 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 ده مثلا طول يعني احركة زي كده مثلا بيطلب منك في الامتحانات تعملها ان انت عندك مثلا ال piece دي المثال اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات على لون الكعبة تكون yellow ولا green نيجي بمثال زي كده سعاد بيطلب في الامتحانات ان انت عندك مثلا plant ده المفروض انه هو اللي stem بتاعته طول طويلة ونبات تاني قصير short stem فالطويل ده pure فاسمه تي كابتل تي كابتل لكن اللي small ده تي small تي small يعني short pure short واصلا كده اصله كده ايه قصير فزي ما قلنا الاسهم كده هبدأ اخد التي الاولانية يعني الجاميات شايفين كلمة parent اذي الاباء واحدة طول واحدة short الجاميات الحاجات اللي بتقدمها السلز اللي هتخرج من ال parent تروح تأثر في الايه في الصفات بتاعت ال off spring او الناتج المواليد يعني او ال generation الجديد الجيد فهنلاقي ان دي تقدم واحدة تي كابتل او تقدم واحدة تي كابتل لكن دي يتقدم تي small يتقدم تي small ادي دول الجاميات او السلز اللي ال parent هيقدموها تيجي ال off spring يطلع ايه هيطلع تي كابتل تي small وتي كابتل تي small كلهم هيطلعوا تي كابتل تي small يعني كلهم هيطلعوا طول بس ده مش pure tool يعني ايه مش pure tool يعني مش طلع اسمها كابتل تي كابتل تي لا دي كابتل تي small فدي تسمى hybrid tool 100% هيهم كلهم طول بس هما فيهم الصفة دي والصفة دي صفة الطول وصفة القصر